خلال حلقة النقاشية ينظمها ديوان المحاسبة مع مكتب التدقيق الوطني الصيني حول مكافحة الفساد المالي والإداري والتي تأتي تنفيذا للمرحلة الثالثة من خطة عمل اتفاقية التعاون الموقع وتطوير العلاقة المميزة بين الطرفين أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإناب عادل الصرعاوي على ضرورة تنسيق الجهود بين أجهزة الرقابة عبر الاجتماعات والزيارات المتبادلة والتي تهدف لتطوير آفاق التعاون والانفتاح وتعزيز دورها الرقابية لتحقيق تطلعات مجتمعاتها